نووي إيران الملف الخلافي المزمن مع الغرب يأخذ منحا تصعيديا مع التقارير المستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تفيد بخرق إيراني مستمر لالتزاماتها في هذا المجال تقرير فصلي للوكالة الذرية يكشف أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاط تصل إلى 60% يواصل النمو مقارنة بالربع السابق لكن بوتيرة أبطع علما أن إيران تمتلك حاليا مخزونا من اليورانيوم المخصب يقدر بأضعاف الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 هل تنجح طهران بربط خفض وطيرة التخصيب بالملفات الأخرى العالقة من الأموال المجمدة إلى العقوبات؟ وهل تنجح في المستقبل في خفض وطيرة التوتر مع الغرب؟ للمزيد بالتحليل والنقاش معنا من طهران مدير دراسات شؤون غرب آسيا والشمال إفريقيا في الخارجية الإيرانية السفير مشتبى فردوسي بور سيد مشتبى مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار كما تبعت بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران أبطأت إنتاج تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لكن تستمر في الاقتراب من إنتاج سلاح نووي ما الذي تحاول إيران إرساله للغرب من وراء هذه السياسات؟ فضل بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وإيضا لمشاهديكم الكرام في هذا البرنامج الغيم أولا أود أن أشير لم يتم نشر التقرير من قبل الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بعد لكن يعترف تقرير كما تفضلتم رويتارس أو الوكالة أسشيتت برس بأن إيران خفضت معدل التخصيب بنسبة 60% وهذا مهم جدا ثانيا هناك يجب أن أشير إلى نقطة مهمة جدا وهذا هو ما تحدده سماحة المرشد الاستراتيجية السياسية النووية الإيرانية في اجتماع مع المسؤولين النوويين واحد الحفاظ على التعاون مع الوكالة في إطار لوائح الحماية ثانيا لا يمقي انتهاك قانون العمل الاستراتيجي للبنلمان وهذا مهم جدا يعني سماحة المرشد يشير إلى مسؤولين نوويين لا يتعدوا القوانين البنلمانية في موضوع الملف النووي ثالثا لا حرج سماحة المرشد يوصي بأنه لا حرج في الاتفاقية يعني يعطي الإذن لجهات معنية للتفاوض مع جانب المقابل لا حرج في الاتفاقية لكن يجب أن لا تؤثر على البنية التحتية النووية لذلك أنا أعتقد في هذه الأثناء تم الاتفاق على مرحلتين مع أمريكا بواسطة عمانية أولا هو اتفاق تبادل السجناء التي أشرت إليها والإفراج عن الأنوال المحتجزة وثانيا بحسب تقرير بولومبيرق هو الاتفاق الجديد المذعوم بشأن بيئ النفط مقابل التعاون إيران مع الوكالة والية للطاقة الضرية وتعتي هذه الاتفاقيات في إطار الحد من التوتر مع طهران وهذا مسموح وهذا يعني مؤيد من جانب طهران وعطاقت مؤيد من جانب الآخر وهذا المتماشي يعني إذا صح التأبير نقول ننضي قدما للأمام ولكن لم نصل بالاتفاقية التي حصلت في سنة 2015 كل هذا لا يؤثر على الجهود المستمرة لتحسين العلاقة مع الغرب ولكن ماذا عن إعادة نصب الكاميرات؟ هناك انتقاد من الوكالة الدولية للطاقة الضرية حسب الوكالة في أن إيران لا تمتثل لإعادة نصب هذه الكاميرات لمراقبة الأنشطة النووية أين مشكلة طهران في التزام بوعودها السابقة؟ يعني كان هناك وعود إيرانية بأنها ستعيد نصب هذه الكاميرات لا أعتقد بأن هناك التزامات الزمانات وأيضا الزمانات الفوقية من طرف يعني من كل الطرفين يعني من طرف إيران وأيضا من طرف دول خمسة زياد واحد ضروري أن يتعاحد بتعحدات والتزاماتهم في هذه الأثناء أعتقد بأن إيران كانت ملتزمة ولم يخرج من إطار التوافق النووي ولكن للأسف الشديد يعني أمريكا ما بعد التوافق 2015 في سنة 2018 خرج من هذه الاتفاقية وهناك تقارير من طرف الوكالة الدولية للطاقة الضرية بأن إيران ملتزمة في كل تعهداتها يعني كانت قبل فترة قليلة في مقابلة مع السكرتير العام للوكالة الدولية للطاقة الضرية أشار وأكد وأيد بأن إيران لن يحصل الغنبلة الضرية ولن يتجه بهذا الاتجاه لإنتاج الغنبلة الضرية وكل ما يحصل في إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الضرية يعني هذا مؤيد ومؤكد من طرف السكرتير العام للوكالة أعتقد بأنه كل الطرفين بدوا يلتظم بالتعهدات والتزامات الضمانات وأيضا الضمانات الفوقية لا لا أنت لم تجبني يا سيد مشتبه لكن جانب الآخر لا يتعهد بإذالة يعني شو مشكلة طهران في وضع كاميرات يا سيد مشتبه أين المشكلة في أنك تضع كاميرات وتبرئ ذمتك وتصبح الأمور مكشوفة يعني لماذا لا تلتزم طهران بذلك لا لا يعني كل طرف بدوا يتعهد بالتزامات الذي وعد بها من خلال التوافق الذي وقع عليها الدول 5 زائد واحد مع إيران في سنة 2015 يعني مقابل تعهدات والتزامات الضمانات والضمانات الفوقية من طرف إيران بدوا يزيل كل العقوبات الاقتصادية يعني نحن نرى ما بعد خروج ولاية المتحدة الأمريكية وأيضا مجيء جو بايدن إلى بيت الأبيض والديمغراطيين يعني سيطرة الديمغراطيين على إدارة الأمريكية يوم وراء يوم ستزيد من العقوبات على الناس الحقيقين وأيضا مؤسسات الحقوقية في إيران وأيضا معامل والصناع الموجودة في إيران وأيضا الحرس الثوري وهذا ليس مسموح يعني هذا عدم التزام من طرف الآخر خاصة من طرف ولاية المتحدة الأمريكية كيف إيران يعني تلتزم بالتزامات من دون مقابل طيب سياسة الخطوة بخطوة يعني من أجل رفع العقوبات على إيران من أجل يعني رفع تجميد العقوبات على الأموال وما إلى ذلك ولكن أين مستقبل العودة للاتفاق النووي الذي يعني ينتظره كثيرون هل هناك أي أمال بخصوص ذلك؟ أم هناك صعوبة؟ نحن على مقربة من الانتخابات الأمريكية أعتقد هناك صعوبة بأن إيران جاهزة وكانت مستعدة لعودة على طاولة المفاوضات ومضى قدما للأمان في هذا الاتجاه وطرحت كل مبادراتها في هذا الاتجاه وأيضاً أيدت مبادرات الطرف المقابل ولكن الطرف المقابل ما هضر على طاولة المفاوضات ولم يلتزم بالتزاماتها لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة داخلية يعني مشكلة الانتخابات مغبلة لذلك الولايات المتحدة الأمريكية وافقت مع إيران على عدم كتابة التوافق يعني توافق من دون توافق من دون حصيلة التوافق إذا صح التأبير نسميها توافق قير رسمي يعني غير مكتوب لذلك التوافق قير رسمي حاليا تحصل بتسامح من طرف ولايات المتحدة الأمريكية من طرف وزارة الخزانة الأمريكية وأيضا من طرف الأفيك الولايات المتحدة الأمريكية مقابل إيران أن تبيع أو تصدر جزء كبير من الصادرات البترولية مقابل تعاون إيران مع الوكالة الدولية أو مقابل تخفيض من التوتر الموجود مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الأقليم وهذا مسموح أن تتماشى في هذا الطريق أما إذا تسألني بأن هذا التوافق القير رسمي هل تصل على الاتفاقية التي حصلت في سنة 2015 أقول لك لا بأن الجهة الأمريكية متردد ولم يعتمد على سياسات داخلية ويريد اتفاق قير رسمي وصري وقير معلنة أن لا يكون هناك مكشوف عن الاتفاقية التي تحصل بوساطة أممانية الصورة واضحة ساعة السفير مشتبه لكن الإيران ليس لديها خاف بأنه بدوية صورة واضحة يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على اتفاق سري صورة واضحة السفير مشتبه فردو سيبور مدير دراسات شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية من طهران شكرا لك